السلام عليكم في قدات البودكاست اللي كنت قبلوه فيه نساء مغربيات من مجالات متعددة وفي أعمار مختلفة واللي كيشيركم عنا قصتهم باش نفهموا الدروس اللي تعلموا من تجربتهم وتكون بالنسبة لكل وحدة وواحد فينا مصدر الأفكار جديدة وإلهام قوي لتحقيق حساحنا كل الطموحات دينا معاكم أميما وهذه الحلقة الثامنة دي القدات اليوم غنكتشفوا البحكور دي اللطيف البحسيني اللي هي باحثة في تاريخ وأستدى جامعية تخصصات خصوصا خطايا دي للمرأة كيف ما هنكتشفوا قدرنا مع رطيفة للمرحلة دي لطفولة دي لها اللي عيشت في وزان ومن بعد على الدراسات الجامعية دي لها بثماني ناس وهذا الشيخ اللي نتوقفو ونكتشفو بزافة للمحطات التاريخية اللي عرفها المغرب فهذه الحلقة سوينا وصي لطيفة على تعريف دي لها دي لكلمة فيمينيست ولا شنو معناها تكون نسائي سويناها على التغيير لعرفات الحركات النسائية في المغرب وكيفاش هي كتشوفوا مستقبل دي لهم شركتنا لطيفة تطلعات دي لها وحتش نتألمات من تجاربها السياسية ونخليكم دابا تكتشفو كل شيء هالشي في قدر شكرا لطيفة على صفر دي لك وانا قبلتي دعوة دي لقدت احنا في هذا البودكاست كنحاولو يكون لنا واحد الحاديث اللي هو الطريقة عفوية باش نتقربوا قسيم الانسانية دي لدي لدينا داكشي علاش قبل ما نهضروع على المشوار الدراسي دي لك والتخصص في القضية النسائية والتاريخ الحركات التي كانت عندنا في المغرب سنبدأ من قبل كنت أعرف بركة زادتي في وزان لذلك أريد أن أعرف كيف كانت الطفولة وكيف هي التربية التي تلقيت في ذلك السنوات في ذلك الوقت نور أميما أنا بدوري سعيدة بثاف بك شابة يعني بتكوين جيد في مجال تخصص مختلف ولكن عندك اهتمامات يعني منفتحة على ما يمكن تسميها قضايا المواطنة باستعمال وسائل التواصل الجديدة مرحبا بك إذن عندي ومعي شكرا ويتزاديت في وزان في بداية الستينات في أسرة مغربية مكونة من أم ما كانش قرية ومن أب وزانية أصيلة ومن أب كان قاري القرآن والفقية تنعي طول الفقية وباش بليم الغزاوة إذن كانت تلاقي ديال لابغينا نقوله البعد البداوي القراوي مع البعد الحضاري المديني اللي كانت تسمت له جسده الأم ديالي الله يرحمها على وقت طفولة ديالي بحال طفولة ديال البنات ولد جيلي لابغينا نقوله شنو غادي مكلي نقول زع ما أهم المسائل اللي بقي تعقل عليها اللي لابغينا نقوله بسمات شوية طفولة ديالي وغا تأثر عليها فيما بعد هو أنه أنا كنت يبدو أنني كنت صعبة المزاج هذه وميت عدبات معي بزاف ترابي لأنه بحال اللي كنا تقولو فوزان مغنانة عنيدة عنيدة ما تنقبلش الحاجات ببساطة وتنغوة وتندي نحسج وديمان رفض العنف ورفض الانجوستيس ماشي دبا ماشي تادك شي حيث في البداية ديال الطفولة ما كانش مش هدا والمشكل في البداية الطفولة كان بالأساس القضية ديال أنه خصك دي الشغول وخايمي دي الشغول هاتبسألة ما كنتش نقبلها وتنوض عليها الصداع يعني واحد للعاد الأمر اللي كانوتي بنولي ماشي منطقيين داك ساعة فراسي ما كشنق بلهم وتنوض نغوة وماتلا كان من الحوائج اللي تتكون متنوض عليها صداع هو نغل نعرضو على الضياف منطقيين وماتلا مخصم شي كل داك ساعات تتمشي والضياف عاد تنحط لهم أنا كنت تتبلي هذا القضية ما عند تش منطق ما يمكن شي زي مع لاش الضياف هي فرصة نحن نسمع وحوائج من هاد القابلة اذا كان المسائل بالحقق عبدباتش شويش للأم ديالي اللي رحمها ولا والصمر هذا العناد ديالي الحقيقة الصمر معي حتى عامليا تكبرت وسط الباكالوريا عاد كم ما تقول المغربة عدرت عقلي وعد ما بقيتش دخلة مع مو اللي رحمها في العناد في العنادات في الغنان و هاد القضية سنعتبرها من الحوائج اللي طبعات شوية الطفولة ديالي طفولة ديالي آآ أبخي كان من الحوائج اللي كنت كنت يعني كنت عفريتا دون لسنس عزيز علي اللعاب وعزيز علي نخرج ماشي نخرج دا سور سور للعب للعب سور تون هذا ماشي دك الطيف ما كنت طيفلة هادئة مفات بوغ ديالي شوز كنت معاقلي زعمة ولكن كنت معافرة ونشيطة ووطن تماما وعزيز علي أن دير الأنشطة كثيرة وعزيز علي أن دير الرياضة لغلال الرياضة من الحوائج من غادي من غادي المراهقة كنت مبليا بزاف بالرياضة وعزيز علي الرياضة بزاف وهذي طبعا يمكن ده بتبان أمر عادي بلكن دك ساعات ورا تنقل الستينات وبداية السبعينات لم يكن أمر عادي لأنه تنذير الرياضة في المدرسة ولكن أنا كانت عندي الرياضة محبوسة فقط في الحصص المخص فهذا خارج هذا المسألة لم تكن دائما تتقبل دائما كنت نحن 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 إذن لا بغيت تقول مع ابناء صحابتي ذاك الساعات تلاحظ كنا بنا واحد المجموعة اللي عندهم نفس هات الشكل يلي ولكن كانوا مجموعة أخرين اللي تيبلك الفرق بيننا وبناتهم حنا ذاك الساعات كنا تنسميهم بنات وزان أصيريات تقليديات محافظين على ذاك الشي متبعين ما قصو يكون القواعد ديال الوزان حنا ما كنا قابلين هذي القواعد ديال الوزان وفي الحقيقة هذي ما قابلين جدت القواعد ديال الوزان اللي هي لكل حال زوين ولكن ده من يكبرنا بان أنه في الحقيقة ما كنا قابلين ندخلو في واحد القالة يتفرض علينا وهو اللي غادي يؤدي في نهاية المطفح هذي المجموعة بنا كل وحدة خدت واحد المصار يعني مختلف على هذوك البنات اللي كل مقرأ بطبيعة ورجعون وزان رجعون التعليم ورجعون أستاذ ورجعون تقريبا نفس التانوية اللي قرأنا فيها والله ديك يعني من الأول كان يمكن نلاحظو شكل اللي غادي تخرج على هذك لوشيما كلاسيك تقليدي اللي غادي يعاودي تردد وشكل اللي من طبيعته ومن شخصيته غادي حاول يخلق فرص جديدة وغادي حاول يخلق حيات جديدة كتشبه ليه والقيام تماما تماما بوما نوم مشي كل شي داك المجموعة مشي كل حيث دابا مثلا ما قصنع قال لوحات الصداقة فهذيك المجموعة اللي كانت لبغي نقول بحنا ولكن جاء لحظات في حياتها اللي غادي جعلوها عمليا ترجاع لك لك ترجاع عندك شي تقليلي ما عموما شي لاخر كمام دار ما صار مختلفة وقلت لي برا كنت لاحظت أن في التربية بعد المرات كي يكون فرق ما بين التربية لدي الخاك ودي لك هذ القضية وعيتي بها ملو وقلت لك أنت تفقسك فوق شوية تبها هذا القضية أنا تنس مشي تنسميها وعي حيث الوعي خصو بزب أنا تنسميها غير تنلاحظ أن كين وحد تعامل وحد تعامل مشي كيف كيف هو كانت حويش كثير اللي كيف كيف الحقيقة بحل داب مثلا أنا تنعقل جيد أنا داخل جمال اللي هو كبر مني تنعقل أنه كبر مني معنا الطريضة ديالو كبر مني بعامين كنا عندنا بزب الفورات متاحة لنا بحل بحل مثلا قراية بعدها هاد مسألة ما كانش فيها مناقشة توفر لنا الكتوب والمجلات وذلك شي كيف كيف ما كانت شي مشكل كان باع اللي هو وفقي ولكن كان بعد مرات يجي شي صفار مبارد فجأة تبغي إش كلي غي ونسو كانت يدي نبجوش دونك هاد القاضية بالنسبة لي با لح التام زيان عندو لك لي فين كي غي كل مشكل هو فهذي القاضية دار شغل دار اللي مني بالنسبة لها البنت هي اللي خصد ديرو يعني هي اللي دون الشمع كلاسيك يرى تصور يعني تقليدي ديل أن لو لتي خروج لعب ولكن اللي خصد تدير الشغل خصد تعلم الشغل لأنها مقبلة فيما بعد لأنها تكون زوجة وام وربة أسرات وخصد تعلم الشغل ديل دار وتعلم طياب وتعلم دك شي كل اللي خصد تعلم هاد المسألة أنا ما قبلتاش هاد مسألة كانت مجدنا القطي تناكل وتناخد دك شي من بعد مميت تقول جامل خروج أنت تلعب ونتي نوض الكوزينة هزت شي وغسل مع لك هاد القضية بقيت ما أخذتش هذا البتدائي حيث هذا نعتبر هذا جي في الحقيقة من ذك الكراكتر ديالي ديال العناد ديال دي ما علاش هو وماش أنا وماش فمينيس وهذا عاد غادي نعرف عن فت هذا يتعلق الأمر بشي حاجة في المجتمع اللي تهيئ البنات والولاد بشكل مختلف قدرت تفاوض على ديال وقيت ولا دخلت الكوزينة لا دخلت الكوزينة حتى تفاصل التربية فيها وسي وتعاند وتغاند شحل ما بغيتي ميرا كنقم السلطة المعنوية سلطة تكون بشكل هادئ لتقنعك بعد المراسة سأعطيك قصليات العصابة بشتغل للشغول زيما مكانش فيها مكانش في هذا غير أنا واحد القضية دي ما كنت نقول هذا بنا طبعا كنت بغي نقرأ مسألة مفروغ من بل مسي كنالله يرحم ها كانت تتفق معي في الصبح بكريم لي تم بغي نحفظ وإحنا ذاك ساعد كنا سنحفظ تتنود معي في الخمسة تصبح الكورة أنا عندي بداية تمانية سنفق الخمسة تصبح لشان طلع نستطع دار دار نحفظ الدروس هي في الخمسة هي التي تتفيق ني وتتوج دي لكي تلقي حليب دي لأ دائما تنفطر غير هك وبق سنفطر هك دا وتطلع مسكينة باش ما يجينيش نعاس واش منعقش تدير الهايدورة ديالا حيث نستعلم الصوفة بزاف وتتك عليها وأنا تنبقى في سطح تنضرت تنحفظ تنحفظ تتقرب الوقت وتنشرب داك القواح اللي بدي لي وعاد مو مسكينة تتهود لتحت باش لعند شغل غدير وانا تنشي بحاليا ندراس دوك هادي أنا بالنسبة لي ماشي هادي راه في الحقيقة تجسيد حي لتشجيع ديالها دوك تشجيع ماشي كان فقط كلام بل كان يعني بالفعل ملموس ولكن هي راه في رأس ها أنا ما كنت شي تناقض بين أنك تقرأ وتخدم في المستقبل لأن هي كان بالنسبة لها القراءة بزاب لأمهات بناتهم قراء بنتي باش تخدم باش يكون عندك المصروف ديالك وما تحتش تقول الراجل عطني باش نمشي للحمان هادي واحد لازمة تربينا عليها بنا تجيلي كاملين إذن كان عندها هذا الوعي ولكن بالنسبة لها هذا شي ما تتنقش مع أنك تعلم الشغول وانا تنظن هي كان وما كاش تقنع عني في الحقيقة لأن باش تقنع عني خص الدخل جملت هو الشغول جمل مواز وها وها القضية ما كاش تقنع إذا ما كاش تقنع عيس تعطني صلي عصا باش ندخل نتعلم الشغول والحمد لله تنقل لي تعلم هذا الشغول وخما تعلم شي بزاف ما تعلم لحد الأدنى حيث مني كبرت فهمت أنه بالفعل ما كاش تنق وبالفعل أنه الترابي اللي خصنا لعطاء لولادنا كل بنات كل ولاد كل بخصوم تعلم ودير الشغول لأن ما ممكن إلا يكون مفيد لهم في حياتهم مفروض منه الواحد كيرجع عليه في فترات التعليم تمام ودنك مبعد باش كمالتي تعليم التناوي للمدينة ولكن هناك أو ثاني تفاوض باش تمشي من القرايا ديالك مدينة أخرى لا لا القرايا احنا في العائلة ديالنا مسألة محسومة ما كنش فيها مناقشة وبا في الحقيقة هو سليل أسرة عالمة من في المنطقة ديالهم هي العائلة ديالي تورتوا العلم أبا عن جد وبا عنده فكرة كبيرة ونبيل على المعرفة وعلى العيم وعلى القرايا وهذا بالعكس ولو في السن ولو في السن لا لا بالنسبة لي هذا ما كانش مشكل أنك ستقرأ طبعا وكنت يعرف أنه إن فأخذتي الباكالورية في الزن ستخرج أنا ديالك ساعة ما مشيت للرباط قلو نجيت للرباط باش غنقرأ في الرباط هو كان عنده كان عنده الحرص خصوية طماءن على فين غادي نكون دونك وبنسبة لي ما كانش ممكن لا نكري ولا نمشي لحيل الجامعي لها حي تخصو بحل لا بغيت يسكول مشي حضاني بحل حماية ديالي دونك كان الشرط هو أن نخص خلتي تقبل أنني نسكون عندها خلتي كينا في الرباط وعند دار كبيرة ما كي مشكلة طبعا خلتي قبلت ودونك أنا سكنت عند خلتي العامية الأولى سكنت عند خلتي ومن بعد عاد خرش من عند خلتي وسكنت كرينا مع صحابتي دك ساعة بصافرة فهم أن ما كي مشكل وقضية ما طرح أدنى مشكلة دونك هذا ما كانش مشكل كانت هدل لغتي الصغير أما بشي منعني ما نقراش لا ما يمكن ش لأن ببا مقتنع أنا راه نحوي فهم أن أنا عندي وحد لغو بنسبة القرية لأن كنت شفوني دي من بلي بكتوب دي ما تنقر دي ما هذا دونك ولا بغتي تقول هو ذاك الانتماء ديال للعائلة ديال ديال العلماء بغا أولاد يمشي في هذا المصار اللي كانوا ماشي للعائلة ديال من جهة الأم ديال دونك بالنسبة لي ولي جميل للأمر وأن بالنسبة لي هات القضية واردة بالنسبة للولد كما واردة بالنسبة للبنت ما كانش دير الفرق بين ما عمر بس مع تهضر لي لا على زواج ولا على هات الهضرة كل ما كانش كانت الهضرة على القرية دونك هذا ما ترحش مشكل ان فات لي غا يترح مشكل هو من غادي ناخد الإجازة لسانس وغادي مبغي مش فرنسا ولكن تهدي ما كانش فيها المشكل المبدائي للقرية كما قلت هو بنسبة لي ولو في الصين لكن مشكل عنده قلالي بوضو حيث هو في الور بقى تردد غير يقول لا ما أنا أنا كنت يسحب لي من ناحية المادية ساعة بو أنا بو ماشي لاباس عليه ولكن كنت نعرف أنه يمكن لإعطان باش نقر زعم ماذا تنقل مشكل المادية في الأخر توضح أن القضية ماشي مادية قال هالي بوضو قال لانتي هانتي دايجا دخول تدري السياسة وانتي بقى صغيرة وفي المغرب إلا مشي تاخل شين فرنسا غادي تزيد تدري السياسة وغادي يقول لي عندك مشاكل أنك تدخل للمغرب لأن الدولة ستجعل فكش موسي باك حلا لك هالتخوف كان عنده ورا في الحقيقة تخوف إلى حد المحل لحيث نحن رادك ساعة تبقين سنوات الرصاص رها بداية الثمانين نحن تبقين ما قطعناش مع سنوات الرصاص وانتماء ديالي المنظمة العمل الديمقراطي الشعب رها انتماء ديال تيار يساري القيادة ديالي كلها دات في الحبس ودات في المنافية ودات في هذا هو كان عارف أنني من ثم ينت نظيم اللي وخره طبعا قانونيا مشروع ولكن راه باقي في مشاكل بالفعل لأن حدود 84 ومن ضمر القيادة ديالها شملتها اعتقالات في الاعتقالات ديال يوناير 1984 تخوف دياله كان على هذا المستوى مش على مسوى القرية طبعا سياسي طبعا نتيم لات تقول لين تفاوض شنو نتفاوض تفاوض هي قتله باش نكون معك صريحة أنا لان خيرات ديالي في المنظمة ما غا نقطع وش سامر من خارطة في المنظمة القرية غادي نمشي نقرأ تنفضل أن نمشي بريدك ولكن راه لما بغيتش أنا غادي نمشي بدون ريدك هدي بعد باش نكون واضح فيها ولكن باش نطمأنك لأن انت الابدي اللي تنعرف هات شي كله تدير وغي محبة فيها غير طمأن راه كيف ما كان الحال المن دمر معترف بها قانونيا عمومان غير طمأن راه ما نظن شي غادي يمشي ذاك شي حاجة خير شي حاجة صعبة اللي غادي تأثر لها وفي الحقيقة ذاك شلي كان الحمد لله أنا ما عمري تعرض حقيقة لانت ديق لأولو لأن من نغان بدان كبار عمليين سنوات الرصاص نتهينا منا ودخلنا مرحلة أخر هذا صداف الجميلة ديال مصار ديال النيضالي واللي في نهاية المعطاف خلا باع الأقل كأي أب على كل حال يكون طمأن وعلى تكشجاف وقته بما أننا بدنا نهضر على النيضال فهمنا أن خيارات ديال في الحركات السياسية جاءت في وقت مبكر يعني مباشرة بعد التحق بالجامعة فقط نعرف شنو اللي خلاك تنخارطي في هذا الأنظمة هذي واش الدراسة ديالك اللي خلات يكون عندك واحد الاهتمام ولكن أشياء أخرى سيدخلات في هذا القضية أولا بعد أغير نوضح أنا التحقت بشكل رسمي في صفوف منظمة العمال الديموقراطي الشعبي مني أخذت الباكالوريوم وشيت نقرأ في الجامعة ولكن الاهتمام ديالي بالشأن السياسي بدأ مو بكر دم مو بكر أولا أنا جاي من أسرة اللي فيها بسيد الله رحمه عبد الله طرجم معلم طرجم تسمي في مدينة وزان هو كان مرواد الحركة الوطنية في مدينة وزان وأحد الأعمدة ديال حزب الشراء والاستقلال في مدينة وزان وأنا الطفولة ديالي في الأصل رباني بسيدي ومي للا دوس عندهم حتى تلتسنين دكت تلتسنين قول ملاجر تخوازن تن سيزن دوس عند بسيدي ومي للا ربيت معهم وطبعا أنا بقى تنعقل أن الدرد بسيدي استقبلت عبد هذه بطالة وستقبلت بالحسل الوزاني وستقبلت مع نينو وستقبلت بن سودا بن سودا وانا بقى صغيرة هادو كل ما عقلت دازوف الدرد بسيدي هادو قادة دي العزب شراء والاستقلال وعشت طفولة دي وكلها والأحاديث على الحركة الوطنية وعلى المرحلة النظل ضد الاستعمار وعلى المبادرات كل اللي كانوا تاخدوها وعلى المسائل كلها وطبعا وانا صغيرة بسيدي كنت يعاود هو تعاود على الشباب ديالو نخارط هو في حرب الريف معركة أنوال ركان فيها ركان من الضباط عبد كريم الخطاب لأن نحن وزان راجينا مقدمة جبل الريف ودونك بسيدي نخارط مع هاتشي كله لابغيتي تقول عشت بهاد هاتشي كله وبسيدي بسيدي قريغيش ويا ما قريش بزاف هو معلم دراز ولكن الخصوص شخصية كاريزمية شخصية كاريزمية وعنده واحد الهيبة واحد الشجاعة واحد هذا كشيرة طبعا أطر فيها الشخصية بسيدي أطرت فيها بشكل كبير جدا تنظن أنا من نيضل من نيغو ديال طفول أو ديال هذا وبسيدي الله حمس عليه إذن أنا تنظن إذا كان اهتمام سياسي عموما بسيدي الآن هذه المرحلة كلها هي مرحلة مباشرة ما بعد الاستقلال الآمال ديال المغاربة كانت كبيرة وتطلعهم على أنهم غير عيشوا مرحلة زوينة وغير بنيوا بلادهم وتحرم استعمار وجد استقلال هذا شيء كله رأطبع ماشي تنظن ماشي بوحدتي أنا رأطبع هذي الجيل كامل طبعه وإحنا بقي صغار والمهدي بماركا وطعف والأحاديث والنقاشات فوس العائلات المغربية على بماركا والاعتقالات اللي مسات الاتحاديين والاغتيال اللي العمر بنجلون شي كله عشنا هذي في الدراسة والتنوية بالأساس الأساتي دا ديال نساء ورجال على الأقل شي كلهم طبعا ماذا مي أجزاء منهم كانوا أونجاجي بوليتيكم كانوا ديجا من خارطين ديجا عندهم وعي ديجا تيحتون على القراية بعدها وتيحتون على نفاتح على المجلات والجرائد أنا ممكن نقول لك أن أول أبونمون ديالي في مجل أنا ربق قرأت نيد في السلك الأول ديال تنو وأنا ديجا أبوني في مجل التقافة الجديدة بقا تنعقل اللي كان حفزنا لها واحد من الأساتي ديال اللي كان تقرينا كان تقرينا كذلك دك ساعة مازال بقين فرنسيين في المغرب وقرروني فرنسيين لانغ فرنسيين قرأوا هالي فرنسيين في 5 و 6 و في البقالورية هادوك الفرنسيين بعد واحدة فيهم كان جاية من الموفم ماي 68 من حركة 68 وراميم كلي كشي تصور هادوك مادمونزي سمي تا مارغرية تقربيه هادوك مشي هادوك هادوك بعد أحنا واحد مجموعة البناز هادوك اللي افتحتنا على عجان بول سارت وعلى سيمون دباوو smartphone وعلى غرقي وعلى دوسطايفسكي وعلى طور شته هي اللي كتف عطينا أصل الكتوبة وفتحتنا كذلك على الموسيقى اللي يفتحتنا على 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 اللا ش mosques الذى الأمريكان للنغليز والأعلى الفرنسيين ولي إلى المغرب يا كانت ya كاتب لييها بناس العيوان وكاتب لي ذو ما مالك결ية ترجى في ساحن على أشياء وحنا ج 아빠 ويجب أن نكون نشطا ن شيء سينما الس菜ني عدد الإدنورètres الزيديهم في عدد المدر المغربيا بما في ذلك المدن الصغرى مدينة صغيرة سينا كلوب كانت نشطه الأساتيدة دينا الفرنسيين والمغربة هاداك سينا كلوب را كانت لاسان زيلو تدوس كل حد في الصباح وكان عندنا التقص دينا هر حد نمشي ونحضره في الفيلم حيث من بلعد الفيلم تتبعه بطبيعة حال مناقشة واداك الشي ما تصور شي دونك أنجوانير يتير على لك غياب وكان فيها في نفس الوقت متعادية لمشاهدة الأفلام وفي نفس الوقت المناقشة طبعا الأفلام كانت منتقات بشكل يعني اللي فيه أفلام ليست تخدم القضايا لابغينا نقوله وكسر بين النقد ديالك وليس بخي كريتيك تماما وهات شي لعبوا فيه أدوار الأساتيدة دي بنات نعطيك السياق العام شو كان فيه في نفس الوقت كانت جمعيات ثقافية هادوك الجمعيات عاوتين شكون اللي كانوا منشطنهم 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 الأساتيدة دينا أستاذ ما كانش الدور ديالو كيتوقف فقط في التعليم كان عنده واحدة كانوا واحد مجموعة الأساتيدة كانوا من خارطين في شأن في شأن التقافي في شأن العام وهذا كله غادي أطر غادي بصمنا وغادي أطر فينا كاملين سكيف فيحنا الوعي السياسي سينا قلت لك هوا ديجا جاي اللي لعبوها هادو الأدوار اللي لعبوها هوا لأبغادي تقول بحلي بحلي يعطينا عملية دي التأطير الفكري والثقافي توقف تحون على عداد دي القراءات ودي العداد دي هذا سكيف فيلا أبغادي تقول إحنا كنا طائبي نخصنا غير إمتاش نخارطو أنا بالمناسبة كان يمكن أن نخارط وأنا باقة ما أخذت لباقة ولكن هاد المسألة باقة منعها علي منعا كلية لأنه تكسعت القمع شريس وبالنسبة لي قال هالي بوضوح تون كنتي تحت الوصاية ديالي ما كاين لا سياسة لهم يحزانون لون كان طبعاً نمشي للجامعة ونخارط رأنا ما أخبرش بأنني نخارط لأنه لو خبرته غاد يكون مشكلة هو طبعاً مبعد غاد يعرفه ولكن بعد نقدرون نحيو هاد الحكاية ولكن أنا بمجرد مشيت للكلية تحاد الوطني لطلبات المغرب أنا داك كأطار طلابي كنشايد جداً ما يمكنش تكون طالب داك الساعات يعني يا إما تتنخارط بشكل مباشير يا إما تتقيصك تأتير ديالك الجو العام اللي كنا عايشينها في الكلية والجو العام اللي كنا عايشينها في الجامعة رافي ألاف وقضايا ديال وطنة ولكن القضية الفلسطينية مثلاً كانت حضرة بقوة وساهمات في تشكل الوعي السياسي لنا كذلك هاد الجو كله الوحدة اللي ديجا كانت عملياً مهيئة جعلني طبعاً أنا بنسبالي ما كانش بالنسبالي كانت القاضية ديال الخيرات ديالي بنسبالي ما كانش فيها أدنى إشكال بالنسبالي زعمك تنسين غير فرصة تتح باش ندخل وختارت داك الساعة ما بين التيارات اللي كانت متواجدة في الساعة اخترت تيار فوقها في إطار الطلابة كانت تتسمى بتيارة طالبة الديمقراطيين لمن بعد ودادايناً عارفا انه تنضمت معndeاؤمات未 lead الدموقراطي الشاحبي يعني مختارتي فيني هلليونان وهذا THERE من بين طيارات اللي كانوا كانت تباقتيديا العلات التحاط الوطنية الطلبة المغرب اللي كانفيه التحاط الشراكي طلبات الاتحاط الشراكي من بعد وقع نشقاك داخل التحاط الشراكي كانفيه الطلبة ديال الرفاق شهداء ذاك الساعة كنا تنسميهم هما الطالعة فيما بعد كانت تيار ديال الطلبة القاعدين ذاك الساعات اللي هما لابغيت تقول الجذور ديال هم جاية بلوز اموا من فاجأة من الامام هادو هما تيارات اللي كان وتيار ديال حزب تقدم الاشتراكية كانوا غير ياسار في الحقيقة أنا داك الساعات كان غير ياسار ساعات كان غير ياسار انت تحدث لك على أربعة وثمانين خمسة وتمانية ستساوثمانية سبعة وتمانين توقف ذاك الساعات كانوا غير الطلبة ديال اللينام تحت وطن طلبات المغرب كان كانوا بالأساس الطلبة اليساريين لأنه مو بكيرا عمليا تم اقصاء طلبة ديال حزب استقلال لي كانوا أسوا لإطار طلابي ديالهم اللي هو الاتحاد العام لطلبات المغرب واللي كنا احنا يا دبا دك ساعة طلبات الاتحاد الوطني لطلبات المغرب تربينا في الحقيقة وحتى نشيئة سياسية دارت ديال انه كان عندنا منبوض طلبة اللي تنتميه الاتحاد العام لطلبات المغرب وتنتميه اذا الحزب الاستقلال وفي الحقيقة الفكرة اللي كانت سائدة انا داك ولكن بعد طبعا أنا قد يصحح دك شي كله فراسي وهو انه الفكرة السائدة هم انهم طلبات خوانا خوانا الخيار الراديكالي الجدري اللي كانوا حملينها الطلبة ديال اليسار وهدي من جاية لاش كانوا خوانا خصدر بحقها بزاب ديال الاقواص طبعا هما ماشي خوانا بسأل انفروغ منها ولكن هي جاية من ذاك التقافة اليسارية الراديكالية اللي كانت انا داك في ذاك السياق اللي كنا تنعيشه انا داك تتعتبر انه اللي قبل اللي قبل يتفاوض مع النظام وقبل يدخول مع النظام بشهيره بالعادية التوافقات وديل هذا كله راه عمليا خان القضية بهاد المعنى ولكن القضية طبعا بعدنا من غان كبار وغادين فهام غان فهام عنا في الحقيقة لا انا شخصيا كين نسلي باقين كي امنوا انه وغادين والأمور غاد تبدل على كل حلوان فانه ايه هاداك خيار سياسي داري مكن لنا نتفاو ما نتفاوش معه بالفكرة هي هاداك خيار سياسي نقدرو ما نتفاوش معه ولكن ما يمكن لناش نعتبرو انه اللي حملو هاداك الخيار هما بالضرورة خوانا هادا هي الحاجة اللي ما كانش فيها ما يكفي متوضح وهديرها في الحقيقة تتربي بنادم على عقليات الاقصاء وتتربي بنادم على واحد نوع ديال تقفدت ديال انه اللي تملك الحقيقة واللي مالك الحقيقة وتتربي بنادم على واحد نوع ديالتي اللي تسمح الراس ويعطي الدروس نعباد الله كاملا والحال انه انه في السياساتي بالضرورة تكون تقديرات مختلفة ممكن شي تكون نفس تقديرات بالضرورة هنا مشاريع مختلفة هاد الشي اللي تقول لك أنا وصلت اليهم من بعد داعشي ملا ولا وف هاد الوقت يعني فهمنا انه كانوا التيارات متعدة واش كانوا اختلافات في المطالي ولكن بالعكس كان دكشي يقربكم كتر من اللي يفرقكم لا لا هو ده با في اطار الاتحاد الوطني للطلابات المغرية انه كانت تنظيم قائم دات رات تدار مؤتمرات وتدار مؤتمرات وطنية وعاد تدار الجمعات العامة باش باش نتنطلعوا التعضو ديته على مستوى الكليات وكما تدار الجامعة باقي مده الجامعة مكينشي كتر باش نتفهمو راه جامعة دكساعة را كان جامعة محمد الخامس رباط كان جامعة سيد محمد بن عبد الله ديال فاس جامعة محمد الأول دوجدا جامعة الحسن الثاني ديال ضلبة را كانت فيها غي كلية الحقوق كلية الطيبة را كانوا انا منيجيت مقرهنة يا او 82 را كانوا الطلبة ديال الولادة ضلبة دا را كانوا تيخراف كلية الاداب ديال رباط هذا الشيء تنظل لي كانوا separation لجامعة اللي كانوا دونك التواجد ديال الاتحاد الوطن للطلبة وكان وطبعا الاتحاد الوطن للطلبة مغرب كان كدلك في فرنسا في أروبا الغربية الدول اللي كانوا في هاتط فرنسا كان هو طبعا الا ساكسون الا بيزام بورطنة كان ديال فرنسا الي بغير نقولك هو انه را كانت يطلع نتيطلع متالان الجنات الفيديا ديال الاتحاد الوطن للطلبة المغرب رات يكونوا ممتنين فيها تيارات تقريباً كلهم بعد ما رات يقدر يكون أنفت لا بغيت تقول شغير يقع داخل هذا كانوا تيارات تسمى و تيارات إصلاحية و تيارات راديكالية تيارات الإصلاحية هي التحاد الشراكي هي منظمة العمال هي التقدم الشراكية و تيارات الراديكالية كانوا هما هذو كريفاق الشهداء الطريقة فيما بعد ثم القاعدين من كانت يطلع مثلاً لجنة المفيدية دي المؤتمر 16 هتطلعوا فيها التحاد الشراكي و تطلع فيها منظمة العمال و تطلعوا فيها الطلبة الديمقراطية و تطلع فيها التقدم الشراكية راهم يتطلعوا راها بالضرورة يتفهموا على الأرضية هذيكالأرضية هي اللي تيشتغلوا باليانا دوق ما تيكونش لا بغيت تقل في تسير و في تنشاية الحياة ديالتي حدرورة عن طلبة المغرب في الجامعات و في هذا ما تيكونش فيه مشكلة لأنه راها هذا إطار المطالب نفسها و المسائل كل ما كانش فيها خلاف طبعا الخلافين كانت يكون كانت يكون على مستوى الفكري اللي أريد أن أقوله على مستوى الإيديولوجي على مستوى الإيديولوجي و على مستوى العرض السياسي هذه طبعا كانت تكون فيها لابا مثلا كاين أنا حقات شي ما عنديش بهم دباط ولكن سنعرف أنه كاين اللي كانوا ماركسين لينينين كانوا اللي كان ما عدت شوش نسميهم بسطالينيين يعني كاين اللي نيوانس سطالينيين كاين اللي تروتسكيين كاين الماوين كاين ماركانو هذه اللي نيوانس كانت فيها بزاب المناقشات في الحقيقة كنات ننظمه في الحقيقة كنات ننظمه الحلقات ديال النقاش حلقات ديال النقاش و كانت يكون فيها نقاش فكري إيديولوجي كل واحد تقدم الأرضية ديالو وهذيك الحقيقة كانت يكون فيها واحد لغي شاس من دكش العالي لأن فيها هي اللي كانت تدخليننا تنستفدو لأن تدخلوا فيها طلبة مستوى عالي فتكوينهم راماش عين كانت يدخل ناس اللي قاري الأدبيات وضنق واحد تدير عارض لأخر تيجاوبوا وغادي تقول كانت بهذا وحنا يطالبات تنتو الشباب اللي باقي يسقطت هذك شباب وحنا اللي عادل تحقنا تنتو بهذه الطريقة باش كنا نديرو اختيارات ديالنا ولكن طبعا النقاشات السياسية كانت تكون أكثر هي اللي فيها الدبازات اللي بغي نقوله فيها الصراعات لأن مثلا قضية الصحراء غادي تجعل أنه يوقع خلاف حاد ما بين تيار ديال القاعدين والأمام والتيارات الأخرى القضية ديال التعامل مع النظام أنا كنت لك راه راه كان فيها نقاش حقيقي دونك هذ المسائل كانت اختلافات وخلافات كان ما بين الأحزام على برا كانت تتعاكس علينا وكلنا سنخضوا فيها نقاشات قد قد الخلاف ولكن أنا في الحقيقة اللي بقى عالق في ديالني على الأقل داك السنوات الأولى قبل ما نمشي من فرنسا كانت في الحقيقة أنا بالنسبة لي كانت مدراسة سنتعلموا فيها كانت مدراسة كانت الأمور سلبية ما هي هذي تنقول لك أنا دا بدك العقلية الإقصائية وتخوينية وهذه الحقيقة هذي كانت وهذه السلبيات الكبيرة ولكن في هذي كتمات يبدأ يبنون لك شكونت تيارات اللي هما أقل ضغمائية شكونت هما تيارات اللي أكثر مفتاحا شكونت هما اللي اللي تيدخلوكم في التفاصيل والتدقيقات شكونت هما اللي تيرفضو هذ القضية ديال هذ المانيكيزم المانوية ديال الكحل هنا والبيض هنا داك شاش قلت لك مدراسة لأن منتي يكون عندك الهاجس ديال بغي تفهم و بغي تعرف كانت لهذيك الإمكانيات النقشة تتعطيها هذ الفرصة وبغيت نعرف هذ الأنشطة كاملة واش تروعليك في الاختيار ديال الاختصاص ديالك اللي هنعرفون بعد يهتم بالمقاربة النوعية وخصوصا الحركات النسوية ولا كيفاش تم هذ الاختيار ديال الدراسة ديالك أولا بعدها أنا التخصص ديالي هو التاريخ في الحقيقة أنا التاريخ كنت دائما كنت المادة اللي نقدر نجي تانيات ثلثة في المواد الأخرى التاريخ كنت دائما تنجي فيه الأولى لا تعجبني التاريخ كانت تعجبني كذلك السوسيولوجيا تعجبني كذلك الأدب أنا كنت مبليا بحالي 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 منات ولا تجيلي مبليا يبر ممكن نمش ندير الأدب العربي لأنني لا أريد البلغة والعارض والنحو بالنسبة لي القضية محسومة كنت ندير الفلسفة الفلسفة كانوا نسدوها نسدوها وفي حال المرحلة عاد حلوها أنا نسدوها لا هذا ساعة الخيار ديال الدولة دولة تسد الفلسفة باش ما يبقى وش يتخرجوها دول لأن نرى اكتحاد الوطن خصوصا بكلية الأداب كان معمر بالأساس طلبة الفلسفة كانوا تسادي التاريخ وشغرافية طلبة الفلسفة كانوا أساسي فيه دولة بغت تجتت أصلا هذا هذا ولكن ضغط ديال لنه بجعلها تفتحوا أنا في الحقيقة دك ساعة دي جبدات الهضراء ديال أنه غادي ولي ويتخرجوا الطلبة وما غير قوش العمل وأول فوج غير تمس بالبطلة ديال ديال الشواهي ديال المعطل المعطلين لأسحاب الشواهيد هما الطلبة الفلسفة أنا دك ساعة قلت مع بالي إذا هات الفلسفة ستقول طق أنا ما في ما نمشي لها وطرحت سؤال راسي شنو أقرب حاجة الفلسفة وهكا بغير راسي بحق قلت هي التاريخ هكا تب الاختيار هكا درت وتب التاريخ وبما أن أنا أصلا التاريخ تنجيب فيه نقاط مزيانة وتعجبني وهذا هكا درت التاريخ إذن هكا درت الاختيار أول إذن ديال الشعبة تخصص التاريخ ما يتعلق بقضية المرأة قضية المرأة أنا رأي حكيت لك أنا ربعة المرأة مع الغوك سنقول يبدو أنني جسوي ناف مينيس يبدو أنني من منذ الطفولة وأنا عندي هدك هدك التساؤلات وهدك من بعد سنكتسب الوعي طبعا الوقت القبيلة الوعي سيأتي من بعد الوعي سيأتي بالقرايا سيأتي مع الحياة سيأتي مع هذا دونك دك ساعة أنا جمي دنتي في أنا راسي تنعرف راسي بأن أنا نسائية سياسية مسيسة مهدو لكن نسائية إذن في الكلية كنت مناضلة سياسية رفاقي ولكن نحن رادك ساعات منظمة العمال ستأخذ مبادرة عن طريق عن طريق نخبط هالنسائية أنها ستنشر ستنشر جريدة ثمانية مارس جريدة ثمانية مارس وكأن هالدارس باش تجاوب على وحد العطش وحد سؤال بنات بحالي أنا وكأن هالدار لنحن وحق خير طبعا راح حدث وحد النوع الوعي عند هذي النخبة النسائية راح ساب دير كانوا عارفين عارفين أنه سوء النسائي بدأت يطرح راسو إذن أنا في 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 ساعة في لسانس درت لسانس عادية ولكمنا غادي نمشي باش نهي الأطروحة ديالي ما فين غادي ولي الاختيار للموضوع اللي غنش تشغل عليه ثم ما غادي ولي الاختيار ديال أنني غنخدم على النساء الحق داك ساعة تكون نقول النساء نخدم عن القضية المرأة والنساء وسجل الأطروحة ديالي بديت من الأول ديوة درت على حت مش تقرات فرنسا ديوة درت ها على الكتابات جورج ديبي وجورج ديبي ست ته متخصص في تاريخ الواسط ولكن هو متخصص في تاريخ دي الأوروبا وبأس صن فرنسا دوك أنا خدمت للكتاب ديال اللي شغل على هات القضايا هادي التخوى زور اللي ماجينا جون دارك فلا دون خدمت على الكتابات ديال ولكن بغيت ندير الأطرحة بور دي ريزان ب أخص نال واللي تخصنين نبدل بدل تاريخ الواسط ديال أوروبا خصنين تخدم على تاريخ الواسط ديال المغرب من يطرحت الأست قال لي لدي عن متخصص آخر فهات شي دوك داك شلي كان ودك الساعة أنا بوضح بوضح أن قل هالك مشي زعم صدفة بغيت نخدم العاصر الواسط نخدم على مكانة النساء في الكتابات التاريخية ديال العاصر الواسط علاش لأن أنا من مشيت نقرار دك الساعة في فرنسا كنا ديجا أولا أسسنا جريدة التمني مارس دون ديجا الوعي النسائي صافي إصلاح الطلاق ثم إصلاح مدونة الأحوال الشخصية وبدأت أحد العزاد الأسئلة تطرح أنا دك السؤال العريض أنا دك اللي غي يكون هو اللي خلاني تنذير لا تزيل في هذا هو واش هاد الوضعية القانونية اللي تنعيش هحنا في سياقات إسلامية عربية أمازيغية إسلامية بالأساس واش مشي المسؤولة لها هو الدين الإسلامي أنا في الحقيقة وكأنني كان عندي شك فرضية في الحقيقة هي فرضية كانت عندي فرضية أنه ماشي بالضرورة الإسلام هو اللي مسؤول عليها إذا ندير البحث باش نعرف شكل مسؤول علي رات نسول لك شكل مسؤول عليها ولكن قبل قلت واحد الكلمة اللي ترت انتباه دي اللي قلتي أنا كنت جريالي زي كان واحد الوعي أنني جسو فمينيست وبغيت نسولك شنو يبن سبالك دي الساعة أتخ فمينيست ولا نسائية وإحنا كنعرف كن واحد بعلم رأس ما كن عرف ش بالعربية شنو هو الترجمة المباشرة واش نسائية واش نسوية واش نسوية يعني شنو تقدرس قلنا فهذا الصداد واشنو يبني سبالك سو أننا نكون اليوم فيمينيست في المغرب بعد القضية دي حس ما تتقل فيمينيست واضح المعنى من تتقل ها بالعربية إحنا في الحقيقة في الحركة دي نا ده أبنى على استعمال هاد الكلمة دي نسائية تجنوبان نسوية اللي كانو تستعملوها بعض الجمعيات اللي كان نظام هو تي تي الوطني النسوي مثلا واللي في وعينا كنتي من تتقل النسوي تحيل إلى الأنتوي من تتقل النسائي تحيل إلى مضمون سياسي احنا بشكل مقصود متعمد سعملنا نسائي بالمضمون السياسي واضح الهدرات المضمون السياسية را مش تنقصدو بها حزبي سياسي بمعنى دي لأن راه قضية المرأة رفع عمقها قضية سياسية مش قضية حزبي قضية سياسية لأنها قضية صولات كذلك على نسوية مش نحن المغاربة أو لحتى المغاربيات التي تستعمل نسوية نسوية تستعملها المشارقة المشرقيات من مصر وصير لها وتستعملها بالمعنى التي تستعمل نسائية أي فيمينيست في الحقيقة يعني بالمضمون السياسي تستعمل نسائية وإن كانت بعض حكم تلاقي مع المشرقيات يستعمل كلمتنا سويا الأساسي هو نوقف على هذه القضية المضمون السياسي المعنى أما من أن تكون نسوية نحن بالنسبة لنا فعين أنا تحيل إلى أنت وإحنا بالنسبة لنا مشكل هو أنت ذا كان مشكل المضمون الحقوق المضمون الهوية بعد المضمون عليه حقوق وترتب عليه عدد من الأمر هذا ترتب عليه تراتبية في الحقوق وفي الفورات وفي الموارد في عدد من الأمر هذا فيما يتعلق بالأول يوم في المغربة نتنظم حيث إحنا لأبغيتي تقول الإطارات الأولى النسائية تنظيم الجمعية الأولى النسائية تأسد الجيل الثاني راها تأسد الجريدة 8 مارس في نوفمبر 4 و والجمعية الديمقراطية النساء المغرب سو جمعيتهم في يونيو 85 نحن المجموعة الجريدة 8 مارس نقصنا جمعية في مارس سنة 1987 أعطيت هذه التواريخ لكي نقول من هذا من هذا تاريخ نوفمبر 44 جريدة 8 مارس جوان 45 الجمعية الديمقراطية النساء المغرب مارس 47 تحد العمل نسائي مباشرة بعد تأسس الجمعية المغربية للدفاع لحق النساء تأسس الرابطة الديمقراطية لحق المرأة تأسس جوس وغادي تأسس وحد العدد اليوم مبقيناش لما مشيما لكن نبقى كثير من 30 30 عام 30 عام وزيادة الأمر تبدلات بشكل كبير جدا نسائية كان اليوم في المغرب كان بأشكل مختار اليوم عندك بعدها أحيانا يمكن يكون عندك بنات بشكل فرضي اللي مكينة فيش تنظيم وهما نسائيات نسائيات حياتهم يومية نسائيات تصورهم حياتهم نسائية تصورهم العلاقتهم في إطار الزواج نسائيات في وسطهم العائلي نسائية في المهن ديالهم يعني حمالين أفكار نسائية بدون ما يكونوا في تنظيمات عندك هذا عندك عندك لدي يكن عندنا عدد من الإطار القديمة ولكن اليوم نحن بصداد نعيش بروز جمعيات إطارات نسائية جديدة مثلا أنا تلاحظ عندك اليوم واحد الإطار مقون فيه كينين فيه مشكله بنا تولد وتعتبر راسهم مناظرين نسائين هدوك تعتبروا راسهم تخدموا بالمفهوم للتقاطعية معنى أنهم تنضلوا ماشي فقط ضد تمييز على أساس الجنس بالوحتى على أساس الميول الجنسية وعلى أساس اللي بغيتي تقول غياب العدلة الجماعية الفئات الجماعية واسعة دونك تربطوا الأمور مع بعضها البعض كين هدو كينين واحد المجموعة ديال شابات نسائية شابات من أجل الديمقراطية شابات نسائية من أجل الديمقراطية نساء شابات من أجل الديمقراطية هدو هدو نسائية بالدرجة الأولى ولكن تربطوا القضية للمرأة بشكل واضح مع قضية سياسية مع قضية الديمقراطية مع قضية العدلة الاجتماعية هدو رهم فرزاتهم حركة عشرين فبراير هدو غادي تبلدوا من بعد حركة عشرين فبراير عندك واحد المجموعة آخرى اللي هما اليوم منشطين هدك الدينامية ديال الحريات الفرضية وديال خارج القانون وهذا هدو رشابات تهما اللي وعيت سياسيا ماشي ما وعيتش ولكن بغيني يبغيني وضعو لا بغيت تقول التركيز بشكل كبير على مسألة الحرية حيث راهم كلين قول ليهم منجازف بالقول أن الجيلي أنا كان حاضر عندنا النضال بشكل أكبر وأكثر قوة على قضية المساواة اليوم تبلي بديتي تفرز واحد الجيل اللي طبعا المساواة مسألة بالنسبة لها مفرغ منا وضرورية ولكن تركز بشكل أقوى على قضية الحرية هذا بالنسبة لي اليوم هذا اللي يمكن ولكن لا بدنا نقول أن اليوم إلي كنا في الثمانينات والتسعينات نظرا العداد من الصعوبات ماشي غي هو غي اختيار زعمة كنا متواجدين أساسا في المدن القبرى ماشي فقط في ربادة لبيضا مدون القبرى ربادة لبيضا فاس مراكش طنجة أقادير إلى غير ذلك ماشي دا اليوم عندك عداد من الجمعيات اللي متواجدين في المدن القبرى ومدن متوسطة ومدن صغرى واش هادوك النسائيات ربما ماشي بالضرورة ولكن تشتغلوا تشتغلوا في التنة تشتغلوا عن قرب تشتغلوا بالهدف ديلي يستجبوا الحاجيات العمليات ديال النساء أنا بالنسبة لي وخام يكونوا شي نسائيات بالمعنى المتعارف عندنا ولكن هما تساهموا 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 في تهيئة المناخ والتربة اللي ممكن غادي تفرز فيما بعد نسائيات هادو اللي تيبه لي ولكن غادي ربما غادي نفاجئك أننا بالنسبة لي اليوم داخل الحركة الإسلامية ما غادي نقولش كين حركة أو تيار ميكينين بعض الأفراد من النساء داخل الحركة الإسلامية اللي بداوا تيطرحوا قضية المساواة تا عندهم داخلية بقى أصوات نادرة بل يمكن نقوله قاع أصوات نشاز ولكن أنا شخصيا بالنسبة لي مهم جدا تكون وخد تكون نشاز لأنه ليسا نقرنوا الوضع اليوم مع الوضع اللي كان بالأمس اللي كان مغلق بشكل نهائي اليوم نتسمع هذيك الأصوات النشاز داخلهم داخل الحركة الإسلامية تستخدر على قضية المرأة وتستخدر على المساواة طبعا بحضار بحتيات بالنسبة لي رأى هذه خطوة متقدمة ولذلك كنا نقول ربما النسائية المغربية مستقبلا غتكون مشكلة من هذا التنوء هذا كامل على عكس ما كان جيلنا لكن مشكلة أساسا من نسائية يسارية في الحقيقة هذي تغيير مثل نحتف العام السياسي كما قلت لنا الحركات السياسية اللي كانت في الوقت الدراسة ديالك كانت أساسا وبخيس أونيكم يسارية أما اليوم الساحة سياسية متعدة والألوان ديالها مختلفة وبتدخ كما قلنا الحركة النسائية غادي تعرف نفس السيرورة قلت ليا قبلة أنه الموضوع الأطروحة ديالك السؤال الأول اللي تطرحتي هو واش كان عند هذا الدين تأثير على المكان اللي غايت تاخده المرأة في المجتمع ديالنا شنو كان الجواب ديالك هي جواب بساطة حيثي لكن ولد دا غايت نجاوب غير هكا بشكل بساط غادي نقول طبعا الأطروحة ديالي مكنتني السعب جيدا أن الهيمنة الدكورية كبنية اجتماعية ثقافية هذا هي تواجدت تاريخيا تواجدت تاريخيا قابلة بروز ديانات التوحيدية ظلا هدي بعد غادي نسوع بها ولكن من بعد غادي ولي خسنا نفهم واش الإسلام كان عنده واش شنو كان الوضع من قبل ديالنساء واش الإسلام مجي الإسلام من منطقتنا لأن الإسلام ظهر مشريق بجزيرة عربية وما غاوصل عدنا قرنين من بعد وأنا خدمت على الدولة المرابطية خدمت على قورون من بعد مدخل الإسلام أنا عملي خدمت على المرحلة اللي غادي ستتب شأن الإسلام في المنطقة ديالنا ولكن غادي تبنى المغرب بشكل رسمي المذهب الماليكي أنا خدمت على بداية المذهب الماليكي غادي نفهم زعم بالنسبة لي كان واش الوضع ديالنساء كان أفضل من قبل ما جئ الإسلام ومع ما جئ الإسلام الوضع ساء لا غادي نفهم أن القضية ماشي بهذه الطريقة وأن الإسلام والمذهب الماليكي الذي تبنى المغرب بشكل رسمي طبعا كانت فيها إذا بغيت تقول هو تيحاول يأطر مذهبيا ويأطر شرعيا وقانونيا مثلا العلاقات ما بالجنسين بغيت بش نهضره غير في هذا الإطار هذا لأن القضية هي أكبر من لا يمكن حصرها فقط حينما نود أن نشغل هذه لا يمكن أن نحصر القضية فقط في العلاقات ما بالجنسين داخل الأسرة يجيب أن ننظر إلى الأمر مشكلة أوسعة إذا بغينا نحصرها غير في هذا القضية شنو غادي تلاحظ غايت تلاحظ أن المذهب المالكي كان عموما تحاول تلأم العادات والتقاليد والأعراف السيدة كان من تبلو ما كيش تنقض كبير ما بالعادات والتقاليد والأعراف وما جابه المذهب المالكي كان شهاد حيث هو أحد شهادات من كان تبلو ما كيش تنقض كبير تقول على بركة الله قضيوا بهذاك شي ولذلك المنطقة دي نحن كل دي شمان أفريقيا سميت بمنطقة العرف علاش لأن كانو جستمو تغلب العرف على المدهب ولكن أنا سنقول لك طبعا تغلب العرف لما تكون متناقض مع المدهب الوقت بخ إذن هذي بوحد تتعطيك فكرة من تتقص درس دك شي تتفهم أنه المجتمع كانت يعرف تعدد زوجات كان كاين دي المجتمع كان فيه تخت النساء أحيانا المجتمع كان فيه فيه باش من تخش في التفاصيل فيه كثير من المظاهر التمييز ضد النساء غير بعد فهار شي العلاقة بالجيزين كانوا الآباء تمشيوا عند الفقية باش يفتيلهم الفقية عطوا مش فيتوا مثلا في حالة غياب الزوج دي البنت الرجل تمشي عند الفقية باش يفتيل تقول الزوج دي البنت زوج هذه خمس سنين غاب عليها خمس سنين ما مش لا أخبر ولا أثر من بعد الفقية يبقى يسول وفي الآخر يفتيل الفتوى تقول سبار عليه خمس سنين أعطاه مدة خمس سنين وعد دك ساعات سنطلق غياب مثلا من الأمور التي تخرج فيها كيف أن العيالات خاصة خاصة الإذن الرجل باش تخرج باش تقدر تخرج تطل وتزور العائلة ديالا دونك هذا القضية ديال لانكلاف مشي لانكلاف موش لانكلاف لانكلاف دي فم كان في المجتمع دبنا تتكغير بعض الأمور تتكغير بعض الأمثلة باش والمظاهر ديالتميز كانت كينة في المجتمع واش سطع الإسلام يحلها أنا قلت لك بهذه القضية ديالعرف بعض المرة كان مثلا أنا أعطيك مثلا قضية تعدد الزوجات التوينسا كان عندهم العلماء ديالهم كانوا عطوا تسميوها ديالهم كان العقد القيرواني مش هورين بهذه العقد القيرواني كان الأسرات العائلة ديالمرأ عند الحق تدير واحد لبلاعات الشورط من ضيم ذاك الشورط هو أن الراجل ما يتزوش على البنت وفي حالة ما تزوش عليها هيا غتطلق وتأخذ حقها كامل حنا العلماء ديالنا في المنطقة ديالنا في البلاد نا في المغرب كانوا ترفضوها ذاك القضية ديال العقد بشورط ترفضوها معناته أنهم كانوا تخليول أعرف ما وقفوش عند ما ما حس مني تترفض الشرط معناته تترفض دير حد التمييز بغير في المثال اللي عطيتك لديل تعدد زوجات ولي عمت لك كثيرة قالوا أنا قلت لك وده إلا غن وسع الدائرة غدي نمشي لك أنا واحد جرد المجالات أخرى مجال واحد هو ديال وش العيالات كانوا ختمين وقاسين في الدار إبا غدي نكتشف أنه أنا غدي ندير واحد لاليس ديال لانوم ومك لاتيو ديال الميهان اللي كانوا تشغلوا فيها النساء طبعا ميهان اللي كانت تدرع لهم بعض المداخل اللي كانوا بها يعونوا بها الحياة ديالهم ولادهم الأسر ديالهم إذن معناه أنه النساء وعلى عكس صورة النمطية المتداولة ديال كانوا قاسين في الدار لا كانوا كانوا تخدموا في القرية في البادية في التجارة في الفلاحة في الحمامات يعني كانوا عند واحد بعض ميهان كانوا تزولوها ولكن هذه الميهان أو الأنشطة لأن القضية ميهن تدير فيها الحسيات أو الأنشطة كانوا تزولوها وكانت تجيب لهم مداخل كانوا كوفرات كانوا نقاف وكانت كلها مهرب قط صمر رفع كانت تجيب لهم مداخل ولكن ما كان ش ستعطيهم وضع اعتباري لا داخل الأسرة لا داخل المجتمع وهذا هذا وضع كان سائد ما شي الإسلام هو اللي جابه ولي تسبب فيه غالي نعطيك حاجة واحدة أخرى تقول لك نعطيك اللي برزو في المجال السياسي وبرزو في المجال التقافي والأدبي وفغي معناها أنه هاد القضية ديال واش المدهب المالكي والإسلام منع النساء يخرجوا للفضاء العام فضاء العام هذا الترمين الولوجي ديال ديال با با انتو يكون عندهم مشاكنتهم وكلمتهم وهذا اي باسمحلي عدد النساء اللي غادين القو الأسماء ديالهم تيبان عنه مكانش مشكل طابعا مشي كان دابع منتن قولو تيدي السياسة را مشي انتو أنا زعم راه تاريخ ديال لا مشي تاريخ هدور ابنات العائلات الحاكمة هادوك البنات اللي غادي برزو للنساء اللي غادي برزو في الحياة التقافية في الشعر وفي الفق وفي الطيب وفي الآد إلى غري وفي وفي ولكن لو كان الهضرات لأن الإسلام منع رغم نعم سنفتح وحد لقوس كوم مخمع عشرة شي وش يعني المستمع لا الدولة الموحيدية في البداية ديالة لأحد المؤسسين ديالة اللي هو معرف مهدي بن طومرت مهدي بن طومرت نتاقد لأنه وجمع الدولة المرابطية إذا بالضرورة غادي نتاقد دولة المرابطية ما الانتقادات اللي غادي وجهن الدولة المرابطية هو أنها فتحات المجال كبير للعيالة ويش غاين تاقدهم وأنكم انتم يعني نحرفتوا على الدين ونحرفتوا على هذا والدليل على ذلك هو أن إن باقي عندكم الخمر تسهلك جبتليهم الخمر وشبتليهم العيالة هادي شمس تسبيل طبعا هذا القوس أغلق ديال مهدي بمتو مارت هذا من بعد الدولة الموحدية ما غير بقاش مشكل لأنه هما كان عنده مشكلة مع المدهب الملكي لكن بعد سوف يتحل المشكل وكنت تبيل لك أنه هاد التيارات الرادي كالية وتيارات شوية متطرفة ره مرة مرة كانت تطفع على الصدح ولكن أنا في قراءتي المتواضعة على كل حال أنا لا أدعي مغربية عموما في تاريخها لم تقبل تيارات الرادي ولم تقبل تيارات تطرف عموما هذه القضية الأعراف ره مهمة عموما المغاربة في تاريخهم ميال إلى الوسطة والاعتدال ميال هذه الحفاظ على الأعراف ره عندها عندها معنى على هذا المستوى معناته أنه الناس ما تيبغي وش تجيب لهم شيء أعراف خارجية اللي ما تتلأ مشي متتنسج مع المزاج وعلى هذا هو اللي بغي ينقل وطبعا نحن المغرب بحكم تواجدنا الجغرافي موقعنا الجغرافي جعلنا أننا منتقد للمشي والمشي والتبادل والتلاق والتلاقي وهذا العب دور كبير فأنه نحن 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 نكره نحن 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 مجتمع جيد متنوح ورا باقي الحز هاللي جو من الأندلوس هاللي جو من عمق الأفريقي هاللي جو من الجزيرة العربية هاللي جو من الأمازيغ المغاربة اللي كين في المناطق في العمق دي المغرب وهاتش كله تلاقح بوحد طريقة مشي تنقول أنه من ناحية الدينية هاليهود هال مسلمين هاتش كله عاطي واحد تنوع مهم جدا اللي أنا عندي شي بيقين هالتنوع هو اللي حك هذيك القضية دي القبول الآخر دي الوسط هالعتي هالحديث أنا مكرا شكرا نديرو أحلقة على هاد الفترات كاملين وأن ننرجعون نديرو على التاريخ دي نا حقيقة فغي مو شو تري كوريوز أن نعرف هاد النساء اللي هدرت عليهم بلا ما ندكروا أسماءهم وشنو كانت الأعمال ديالهم وكيف أشبت موسى هما بطريق شهم التاريخ ديالنا بيقين في حلقات جاية وليس حلقات جاية لأن فغي من حديث سويسي سيكون متوال بغيت نرجع لها القراءة ديالك ديال 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 تيارات نسائية في المغرب بغيت نعرف أنا شنو هما بيقين تطلعات ديالك وتدخل سوي ديالك للقانون والمستقبل القارب قارب لا أنا يبدأ أولا طبعا من خلال جريبتي تيبلي هذ القضية للإصلاح للقوانين بدون شك هي مهمة جدا زعما ما فيها مناقشة ولكن نحن ديما كنا تنقل القانون مهم ولكن ماشي كافي اليوم بصراحة ولكن دك ساعة سياقنا كان فيها عدد من الأمور نضلنا النساء على إصلاح القوانين كسا عندوا أهم بيتهم مكن ساشي مشكلة اليوم أنا صندن أنا صندن كنسائية ولكن كنسائية منفتحة على القضايا السياسية والقضايا الاجتماعية ديال بلادنا ديال المغرب أنا تيبلي اليوم ما ممكن شنعزلو بعد المرة تيبلي وكأننا بدون وعي عمليا تنبتعد على قضايا شعبنا قضايا شعبنا اليوم فيها إشكالات كبرة جدا لأن الفوارق الطبقية والزعاد الفقر تسع التعليم غير جيد طبع أجيال وما أعطاهاش إمكانات اللي لا إمكانة المؤهلات بعد المؤهلات الكفايات الكمبتنس اللي غادي فتحوليها أفقد العمل وإذا ولكن ما أعطاهاش تا لابغينا نقول إمكانات فكرية عقلية ديال الفكر النقدي مثلا هذه إشكالات عباد الله راتطح من المفروض أنها يجيب أن تهرج أي مناضل كيف ما بغي يكون نضالو لشي انجوستيس ما لزانجوستيس فات أو فام أنا بالنسبة لزانجوستيس فات أو فام بقدر ماهما مرتبطين بالهيمن الدقورية كمنظومة وكفكر مرتبطين كذلك باختيارات سياسية واقتصادية ديال الدولة المغربية وديال الحكومة المغربية وديال النظام المغربي وبالتالي ما يمكن لك شي تناضل على إصلاح القوانين وخصا تناضل عليها لا تنقل خليها وها لدي أهمية ولكن تقصر بيطها كذلك بالنضالات من أجل ربط المسؤولية محاسبة من أجل الشفافية من أجل تكافؤ فوراة من أجل عدلات الشمعية من أجل اختيارات سياسية اللي تحد من هذ الفوارق الطبقية من أجل تعليم جيد لأهل مواطني ومواطنة المغربيات ويربيهم على قيام المساواة والحرية ويربيهم على الفكر النقدي ما يمكن لك شي تناضل على قيمة المساواة ودمجها في المناهج الدراسية والحال أن أصلا التعليم لا يستفيد منه إلا قلة قليلة حينما ننظر إلى كتافة هذا الندراسي في العالم القرار ما يمكن شي تناضل على إصلاح التعليم بدون أن تعي أن أجزاء من أولاد شعبنا وبنات شعبنا بنات أولاد ركين عدم تكفى الفرص المجالي أي هناك فرص متاحة أكثر في المدن منها العالم القرار ومتاحة الناس اللي ما عندهم إعاقة بالمقارنة مع الناس اللي عندهم إعاقة إذن ما يمكن لك شي تكون نسائية ومتي يبنون لك شي لازن جستيس بالنسبة للناس اللي عندهم إعاقة ومتي يبنون لك الناس اللي جان جستيس اللي كين في العالم القراوي وميبنون لك لجان جستيس بالنسبة الهوام المدن تنسميوها هوام المدن اللي عام را بالناس اللي جو من الإكزود ريرال واللي ما متوفر لهم لحد أدناء العيش الكريم إذا الحلم ديالي أنا هو أن هذا الواقع اللي تنعيشه بهذا التعقيد دياله تنحلم أن الجيل الجديد ديال النسائيات وتنقل الجيل جديد حيث أنا عندي واحد الوضوح في هذه المسألة جيلنا أعطاه وعطاه بقوة وبإيمان وباقي يعطي ولكن تنظم يمكن يعطي بواحد المعنى وبواحد الشكل بواحد طريقة يمكن يساهم في التطير يمكن يساهم في تحسيس يمكن يساهم في الترانسفر للمموار يمكن يساهم في بلوارات الخلاصات ديال الجريبة دروس الجريبة يمكن يساهم في الترافوع طبيعا الحل بسألة فرغم أن تحد ما سيمنع وعند مؤهلات وعند كفاءات وطوار وحد المهارات وحد الجريبة ماشي بساطة وكينا نتنظر معارك المستقبل هي معارك الشباب الشباب حساجين هادشي كله اللي قدته ولكن أنا تنظن لا يمكن أن نوب اليوم على الشباب الشباب اليوم والشباب الولاد عندهم تطلعات لماشي يدينا إذن أنا تنحلم أنهم ما يهدروش بعدها الساحة هادية وياخدوها أنا بالنسبة لي طبعا تنحلم أنهم يكونوا حاضرين في الساحة وراهم حاضرين بطريقة أو بأخرى تنحلم أنهم بقدر ما يكون عندهم حرص على أنهم يكونوا مستقلين في تختياراتهم يستافدوا من التجارب ديال الماضي ولكن طبعا بالنسبة لي طبعا يريدون أن يرفضوا أي ويصاية من أي جهة كانت بالنسبة لي بالنسبة لي بسألة يعني مفروق مننا وتنعتبر أنه الشباب بقدر ما غير يرفض الويصاية ولكن قبل يستافد من التجارب بالنسبة لي بقدر ما هذا إيجابي ويتي يدلع للحياة ويتي المجتمع ديالنا إذن أنا بالنسبة لي الأجيال السابقة خصة تخلص من فكرة الويصاية خصة تخلص من فكرة الويصاية لأنه غدت بقواصي شحل ما بغيت بقواصي رالو سيكل دو فيديل غد يوضع له حد إذن من الأحسن ستتوعب أنه أحسن ما يمكن لك تعطيه هو تفيد بالخيض والجريبة ديالك وأحسن ما يمكن لك تفيد بيه أنا شخصيا بكل تواضع هكا تنحاول نشتغل وهكا تنتعامل وتنتعاطى مع الشباب ما عنديش رغبة أصلا ندير عليه الويصاية وما بغيهش هو يكون تي آمن بقضية الويصاية وبتواضع تنعطي خلاصة تجريبة ديالي يمكن تفيد يمكن ما تفيدش ولكن تنظن أنا جستما باش باش منعودوش دائما من اللول زين نتصنتو أنا ضايرو هاد القضية ديالتصنتو صنعطابر أنه ماشي دارو ماشي خصيك تصنت غير للأجيال السابقة أنا صنعطابر داك القضية ديالبنتشماركين خصيك تدير هاتا مع تجارب ديالبولدار ديالسياقات أخرى اللي قريبة لنا أولا في الثقافتنا وفي هذا واللي بعيد علينا لأنها راكمة تجارب مفيد جدا أنا سنحمق على الاستفادة من التجارب المختلفة لأنها إلا ما فادتش ما غادت ما غادت ما غادت درش وله هذا وعموما ما أحلم به لهذا وطبعا تنحلم أن القضايا للحريات تحضر بالأهمية ولكن تحضر بالأهمية الاشتغال عليها بعمق والاشتغال عليها بشكل لم يخليش البعض يجع البعض ما تنقصت الشباب والشبات البعض الذين يتربصون بهذه المعركة يخووها من المضمون النبيل ويروجوا الخطاب أن هذا الذي تنضل على الحريات تنضل على تحلل من الأخلاق أنا جاء المناضل من أجل الحرية هو الذي يتحل بنوب الأخلاق سامي لأن الحرية من أنبلي من أنبلي القيم وبالتالي خص الاشتغال بعمق واشتغال على سياقنا التاريخي وعلى سياقنا الاجتماعي والتقافي اللي نشغلوا فيها على فين كين نحناية كيفاش نتملكين القيمة الحرية كيفاش نتحايلوا عليها وشلون اللي خصوا يخرجنا من التحايل باش نتحملوا مسؤوليتنا بجرأة في دفعنا على قضية الحرية وتنعتبر الشباب هذه معركتهم تنحلم أنهم يخوضوها وهما واعيين بالإشكالات اللي متروحها حولها وكما قلنا أنا مع النضال القضية العدالة الاجتماعية وأنها تطرق لكل فئات المجتمع المغربي بما بهوامشه وأقلياته وتعدودياته وقبل باقي مثاليت لأن كل مرة زم الحديث معك بغير نحن نفكره بزافة الحواج بغير نرجع لواحد البوعد شخصي لأن نعرف أنه النضال يخص القوة وخص القيم متبت بها وعرف عرف ها أمام هذا النقذ العدالة أو أمام الأفكار التي تكون رجعية من أطراف المجتمع أو الحركات السياسية أمام هذه الأشياء التي تقدر تشوكينا تقدر بعض المرات تهبط لنا من الحماس دينا كيف نستطيع لها وكيف نستطيع نكمل بلا ما تحبط نحن هو هو في هذا شي كان 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 المسائل طبعا لاتخذ كعاك ديال الإنسان كفرد كشخص ولكن بحكم التجربة وأنه كان حويج لتنكتسب ها في إطار جماعي رأى إطار الجماعي رأى حيات هي رأى تنشئ رأى حيات كثير من الأمور تنتعلم ها في العمل ديالنا تنتعلم كثير الأمور تنقصد تنقصد المعريفة تنقصد تنقصد مثلا أنت تكون إلى حدين ما عندك وحد النوع ديال الحدية الحياة تتكلف بك في المجموعة تتكلف بك دون لسانس ديال تتواجه 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 الناس الناس تنتقدك تصرف ديالك أحيانا تكون موسيق وكال تقول هالك بشكل مباشر كال تقول هالك بطريقة غير مباشرة كال اللي تقول هالك هو تعطي أمثلة وحدين أخرين أنا تنظم حيث إحنا كلنا عندنا لدي فو ديالنا وكلنا عندنا لك لدي ديالنا بسألة ما فيهاش مناقش الجمعيات اللي نجحت أنها تدفع النفس ديال هيديرو مراجعة على راسهم هي الجمعيات اللي كنت يديرو ديز ويديرو مراجعات بشكل دوري تيقفوا فيها عند الأخطاء عند نقاط القوة وتيقفوا فيها عند نقاط الطح وهذه القضية عشناها بزاف إحنا في الحركة النسائية بعض الجمعيات هي اللي كان عندها بقوة هات الشي بلا ما نعطي الأسماء باش من سي تنشي حال اللي ما كنت شي ديرها آآ علاش لأن المعركة ديالنا مثلا ديال إصلاح مدونة الأحوال الشخصية اللي كانت يا معركة أساسية كانت ومعارك أخرى وكن هذي كانت أساسية طالت في المدة ولقعتنا خرجنا الساحة تنتواجهوا مع فاعلين سياسي تنوعين كانوا فيهم خصومنا بل فيهم كانوا أعداءنا فشلنا مشي فشلنا مثلا المعركة اللولادية 92 93 في نهاية المطف تسلح المدونة وكي استجبت بشكل طفيف ندك شي لكنا طرحينا هذي اللحظة جعلتنا نطرح السؤال ها نقاط قوتنا يا ولكرا عدنا نقاط ضعف أننا مشتتين أننا ممساج مش عدنا مشكلة التواصل أننا عدنا مشكل هذا مهم رصدنا سلسلة ديال نقاط ضعف هذي كمنا تترصد سلسلة نقاط ضعف بشكل جماعي تيخلي الفرد يدوب في الجماعة وبالتالي تيتقبل النقد أكثر من أنه يتقبله بشكل فردي وهذا شي خلى العداد للناس يديروا مراجعات كبيرة ولكن نقطة القوة هي الإيمان الإيمان بعدالة تلك القضية وأنا ما أكتبش هلك سلع تعتبر أنه يتكون مؤمن بقضية وبغي كود كود أنك تنجحها تتبدأ تقلب على الطرق كي المشكل لكي لا تنجحها هذيك ماذا تقول المشكل تتوقف أنه رأي إنه قد ضعف وهذي قد ضعف ممكن تجاوزها هذي اللي بغي نقول لك ممكن تجاوزها رام ممكن تجاوزها بشكل جماعي ممكن تجاوزها كذلك بشكل فردي وتنولي حلي تقول فرنساويا معنات تنولي نقول لا لا هذي كنت فيها ماشي هذيك أنا أنا بعد شخصي أنا ممكن لن نقول لك أن من الحويج اللي غدي تفيد ني في إطار هالجربة اللي غنية مع الصديقات والرفيقات وهذا هو أن أنا شي شوي عنيفة عنيفة في وعنيفة وعنيفة حد دي إلى حد ما كنت بالمعنى دي كنت مثلا بنادم ولا مثلا أنا جوز في تخي بنادم لي تجد شي مع مع الطل ما تنقدرش على هات القضية دب طبعا تعلمت أنني نقولها بطريقة لينة ومارينة لأنني كبرت قبل كنت نقولها بأرض وش كان عندي الحق ربما عندي الحق فأنني بغي لأن الوقت من ده ولكن الطريقة كذلك وهذه القضية سنكتشف ما صار حياتي وهذا درس كبير في حياتي وتعلمته سنكتشف أنه لا يكفي لكون قضيتك عادي الأساسي الأسلوب هو أساسي الخطاب هو أساسي تواصل هو أساسي وغنت تعلم هذه القضية سنكتشف تنظر نجحت فيها إلى حد بعيد تعلمت هذه القضية التي تقول المغربة تعلمت حلوة اللسان حلوة حلوة اللسان هو أن تتعرف كيف تنظر المسائل لك لتوصل هذا الرسال حيات كايين الناس اللي ممكن وخ تقول بشكل عاني في ميد ديواج في ولكن كايين الناس عندهم حساسية من هذا المسألة ولذلك وذا أنا أمن أن بنادم اللي ما ستبدل ما ستبدل هذا اللي ما ستبدل ولكن كايين اللي بطريقة الطريقة البيبة وها تيمكن أنه تبدل ولذلك نشن اللي الحويج اللي في حقيقة تعلمت في هذه طريقة هو تعلمت أنه فهمت أنه أنا كنت تعامل بهذه اللغة عانيفة مع الناس وتنضر بعض الناس لقيت رأسي أنني أنا بدي تتألم وتنضر وفهمت مع رأسي قل شوف بنتي يا لطيف أنتي ما قدراش على تضر شي حدا إذن تراجع رأسك هذا الحويج اللي تضر بها الآخرين تتعرف كيف تجنب إذن لا بغيت تقول قدر ما ربما سدي تخدم الآخرين أن فت سدي تخدم الراس لأنني كنت نشوف شي وحد تنبكي هم كرام أنا ضر ني خاطرين من بعد لأنني دي من بكي الناس وعلى شع هذ نشنو دارو آما جوش في الوقت وهدي تقافة مجتمع أنا ما قابلهاش باش نكون معك واضح إلى يوم من هذا أنا ما قابلهاش ولكن كان أكثر من طريقة باش نغيرو هاد سلوك هاد عموما هدا واللي بغيت نقول على هاد مستوى هما تعلمات وتزاري في غمق يفيد بزاف ديال الناس لأن كما قلنا هادا كالرصد للنوقات الضعف على مستوى الجماعي وليحة على مستوى فردي واللي كي ورين شنو هما النوقات اللي نقدرون نخدمو عليها باش نحسنو ونوصل لمبتغ ديالنا أكان ذلك في شأن سياسي والليف مهاني والليف شخصي والليف أي نوقات وطبعت الحالة كما سمعنا انتي كتراعي الأفكار والأحاسي للناس الاخرين وهذا تساو كي قدر يكون عندك واحد الإحساس بالآخر باش تحسن المواقف ديالك آخر سؤال اللي كيتشترح في كل الحلقة هو بتات واحد الكتاب ولا واحد الفكرة ولا واحد الأغنية اللي لهمتك أعتاش كواحد الانسبiration اللي جبري تشاركيها معنا كتاب ولا أغنية ون ركومنتش أغنية أو لاب تشاركيها تاريخيها تشاركيها تشاركيها لا أنا مثلا شاركيها فكريها زعم التراتي فيها تشاركيها هي سيمان دوباووار دي مكيش فيها مناقشة كرت لها كتابتها كل كرت لها لطبيوغغافي ديال العدد الدين الحلقة فيها أو كرت لها طبعا لدوزيام سكس الجنس الثاني اللي ماشي أضطر غير فيه أنا تنظر أضطر في النسائيات في العالم بأسره إذن أنا بنسبة لي سيمان دوباووار الأساسية ولكن نوال السعدوي كذلك يعني قبل من قبل من عندي نكتسب القدرة بالقراءة بالفرنسية اللي ستققى علي في الدوزيام سيكل ستنقر باللغة العربية وفي قضية المرأة بغينا ولا كرهنا نتاقض نوال السعدوي كيفاش واللات كيفاش الطورات كيفاش هذا كله ولكن نوال السعدوي كانت جوهرية تكوين وعينا ماشي بوحدتي أنا بالمناسبة نجينا ولا جينا لأن كنت تكتب بلغة العربية أولا ثانيا تكتب من صاميم المجتمع المصري اللي كانت يشبه لنا بعدد من الأمور وتكتب ببساطة نوال السعدوي استدخذ جليلة الفكر النسائي اللي بغينا نقوله ديال المنطقة ديالنا اللي بغي يكتشفها إن كتاب تنسحين به وهي عندك العداد من الكتب اللي كتبت ديالك ساعات المرأة هي الأصل مذكرات الطبيبة في الصعيد هدو هما الكتبات ديالة وهي رأى عندها بزاف ديال كونفيرانس عندها بزاف في اليوتوب عندها يعفريسة لأنه عندها وحد القدرات هائلة ديال ديال تعميم وديال تبساط ديال هاد الأمور ولا جسي باش كتوبة ديالة غايكون وكين تلاش أخجب جسي بام متلقاو متدوانين أما الأغاني الأغاني طبعا أنا كمورادلة سياسية كنت مني كنت في الاتحاد وطني طلبة مغرب إحنا الجيل اللي حفظنا الشيخ إيمان واللي حفظنا مرسي الخليفة واللي حفظنا مضفر نوا واللي حفظنا دون كنا يعني هذا هو ولكن أنا طبعا أنا عاشقة للموسيقى عاشقة للموسيقى أنا تسمع مكلتسو داك ساعة كنت نسمع مرسي الخليفة والشيخ إيمان وتسمع النجاة الصغيرة ومحمد الوهاب ومكلتوم وطارب الاندلوسي لأنني جاي أقوم الموساط اللي طارب الاندلوسي كان عنده داود وعادت نسمع البيجيز والبيتولز والفغيات فخانسيز وشاك بغيل طبعا وفغا وليو فغا يعني هذا شي كله عاشقة الموسيقى وطبعا شاعري المفضل اللي تن يوميا تنقراله وتنسمع له داود محمود كيف مسمسوا لحد يسمحها لطيفة مشوق فشكرا لها على الصراحة ديالها وعلى الدروس اللي تعلمات من تجربتها وليشاركتها معانا وشكرا لكم حسن اللي كاتسمعوا القدات وكاتسندوا البودكاست على مواقع التسال اجتماعي بحل فيسبوك وانستغرام كانتمنى تكون الحلقة ديالليوم عجباتكم وأنكم ما غتردوش تشاركوها معلوغيزو ديالكم وبالنسبة للناس اللي كيسمعوا القدات على أبل بودكاست فيمكن لكم تخليوا دي كومنتار ولا سنكة طوال باش تشجعوا نسخرين يسمعوا القدات نعود عليكم ونعطيكم موعد في 15 اليوم في حلقة جديدة مع قادة جديدة